اشتركوا في القناة وبالأضافة هم بنفدوا حرب ضد المسلمين ضد الفلسطينيين في غزة وفي الدفاة الغربية وفي القدس الشريف وبالأضافة هلا بدنا نحتلوا جنوب لبنان الهدف تابعهم هي الكل المسلمين كل العرب سوف يكونوا تحت السيطرة تابعهم اولا نحن ندين الاختطاف لحكومة الشرعية الفلسطينية الذين الممثلين الشعب الفلسطيني نجحوا بالانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني وهذه الانتخابات كانت قانونية تحت سيطرة تابع تحت شراف تابع مراقبين دوليين وهذه الاختطاف تابع الممثلية ابناء الشعب الفلسطيني هو غير شرعي ودود القانون الدولي انا شخصيا انا استقبلت مع غيس المجلس التشريعي الاستاذ عزيز دويك الله يحييوه هو حكم معنا اللي ابناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص وكل المسلمين فيش عندهم اي اشي دود اليهود بشكل عام بالعكس هو اذكر اللي بالوقت للمسيحيين دبحوا ابناء الشعب اليهودي في ايروبا من حمالهم المسلمين في التراك المسلمين التراك وفي فلسطين خاصة وقال لي ان شاء الله لما سوف يكون تفكيك سلمي تابع القيام الصيوني المحتل في فلسطين نحن نعيش مع بعض تحت جناح المسلمين في الاحترام بالسلامة بالتعايش تحت السلطة الاسلامية مثل ما كان قبل بات سنة ان شاء الله بالنسبة للدين اليهودي نحن نمنع تبر تلك دول اليهود كيهود حل صيوني هو كافر لانهو ما بيعترف بالامر اللي لايه المكتوب بالتورا يا اختي حبيبتي اول اشي انت لازم تعرف في حياتي با يعود تحت الجناح العرب وتحت السلطة الاسلامية ده مش اشي جديد نحن كنا عاشين مع بعض بسلامه بالتعايش تحت الملك الكبير الخليف عمر بن خطاب والخليف المرمون والخليف عمر علي ابن ابو طالب وكما في حياة النبي محمد كما نحن كنا عاشين في سعودية ما بعد مع المسلمين بالتعايش هذا مش اشي جديد الصيونية العالمية بتجيب اللي ايدي ايدي اشي جديد اللي اليهودي مش رح يقدر يعيش تحت السلطة عربية بس انا لازم اسكر لك في مهرب في دولة مهرب في 25 الف يهود عايشين بالسلام وبتعايش مع سكان المهرب تحت السيطرة تحت السلطة عربية اسلامية وانا لازم ما خلستوش في اليمن في حوالي 1000 يهودي العايشين في يمن تحت البرزيدينت علي عبدالله الرئيس صالح اللي حيو وفي ايران الجمهورية ايران تحت سيطرة الملك احمد النجاد عايشين 25 الف يهود الرئيس لايسلام اللي كنان انتو بتفكروا لهذا اشي غريب هذا موش اشي غريب نهنا نتمنى ليكون تفكيك سلمي تابع دولة السهينية وان شاء الله سوف تكون تكون دولة فلسطينية مستقلة اللي هم يحطوا العالم الفلسطيني على الحام الشريف والفلسطينيين بكل فرصة بيقولوننا نهنا سوف نعيش معكم مثل ما كان قابل الغازل الصهيوني للفلسطينيين اشتركوا في القناة